في محاولة لتسجيل منجز حكومي وهمي في ملف النازحين المزمن في العراق اتهمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو سلطات أربيل برفض غلق مخيمات النازحين في كردستان العراق قبل حل أزمة اتفاقية سنجار التي قالت إنها غير معنية بها رغم أن أحد شروطها تطبيع الأوضاع وإخراج الميليشيات من القضاء لضمان عودة طوعية وآمنة للمهجرين انتفاجنا بكتاب من حكومة العربيل ترفض قرارات مجلس الوزراء وتربط عودة النازحين باتفاقية سنجار حقيقة اتفاقية سنجار وزارة غير معنية النائب محمى خليل من جانبه اتهم وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق بخرق القانون والتجاوز على حقوق النازحين وعدم وقوفها مسافة واحدة منهم مؤكدا أن الوزيرة هي السبب الرئيس بعدم عودة المهجرين إلى ديارهم بسبب برنامجها غير الموفق لحل مشكلة النازحين وفي تطور يفضح حجم التخادم بين الميليشيات طالب وفد مرتبط بميليشيات يزيدية من زعيم ميليشيا العصائب قيس الخزعلي بقاء ميليشيا الحجد بمناطق سنجار وهو ما يعني تعطيلا متعمدا لاتفاقية سنجار التي ظلت حبرا على ورق بحسب النائب شريف سليمان والذي أكد أيضا وجود إهمال حكومي لملف التعويضات وإعادة الإعمار والتي تقف عائقا أمام عودة النازحين إلى منازلهم أما النائب عن محافظة نينوى شروان الدبرداني فقد أشار إلى أن غالبية النازحين المتبقين في المخيمات هم من أبناء قضاء سنجار وفي مناطق جنوب وغرب الموصل لافتا إلى أن انتشار ميليشيا البككاكا وميليشيات أخرى في سنجار تحول دون عودة النازحين فضلا عن انعدام ثقة المهجرين بالوعود الحكومية والتي وصفوها بالاستعراضية وفقا للنائب الدبرداني نفسه